يتجه المغرب على مدى السنوات القليلة المقبلة نحو ثورة اجتماعية حقيقية ستغير وجهه كلياً على مستوى مؤشر التنمية البشرية الأمر يتعلق بمشروع قانون إطار رقم 21-09 الذي صودق عليه في المجلس الوزاري الأسبوع الماضي والذي يهدف إلى تعميم الحماية الاجتماعية على جميع المغاربة داخل أجل أقصى خمس سنوات هذا المشروع الذي يرتقب أن يناقشه مجلس البرلمان قريباً جاء تنزيلاً للخطاب الملكي الذي وجهه جلالة الملك محمد السادس إلى البرلمانيين بمناسبة افتتاح الضورة الخريفية للسنة التشريعية الحالية والذي دعا فيه إلى النهود بالمجال الاجتماعي للمواطنين وتحسين ظروف عيشهم من خلال تعميم التغطية الاجتماعية على جميع المغاربة إننا نحرص دائماً على تلازم تحقيق التنمية الاقتصادية بالنهود بالمجال الاجتماعي وتحسين ظروف عيش المواطنين لذلك دعونا لتعميم التغطية الاجتماعية لجميع المغاربة هذا الورش الكبير يسعى إلى توسيع التغطية الصحية الإجبارية مع متم سنة 2022 لتشمل 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الإجباري عن المرض وتعميم التعوضات العائلية التي سيستفيد منها حوالي 7 ملايين طفل في سن تمدرس ناهيك عن توسيع قاعدة الانخراطة في أنظمة التقاعد من خلال دمج حوالي 5 ملايين مغربي من الساكنة النشيطة بالإضافة إلى تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة الذين يتوفرون على شغل قار وستعمل الحكومة على تنزيل هذا الورش الكبير عبر مواصلة إصلاح نظام المقاصة الذي بدأته حكومة بن كيران وتفعيل السجل الاجتماعي الموحد الذي أطلقته حكومة سعد الدين العثماني من أجل استهداف مباشر للفئات المعنية وذلك بالتنصيق مع كافة المتدخلين المعنيين بتعميم الحماية الإشماعية وسيمول هذا البرنامج الطموح عبر آلية تقوم على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين على المساهمة وآلية أخرى تستند إلى مبدأ التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك أخبر شكرا